موسيقى موسيقى أبنائي تلاميذ الصف الرابع لابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات منهج اللغة العربية ومن خلال المحور الثاني علاقتي مع الآخرين نستكمل سويا أبنائي الأبطال الموضوع الأول وهو أنا لست وحدي وبنهاية موضوعنا الأول أنا لست وحدي معنا النهاردة أنشطة مثل النشاط لاحظ وتعلم النشاط النهاردة هيكون ختام هذا الموضوع فهيكون عبارة عن تقويم لما سبق دراسته تقويم تكويني يلا بينا يا أبطالنا افتحوا الكتاب المدرسي في الصفحة رقم 118 وتعالوا بينا نشوف أول الأنشطة بتاعتنا بتقول إيه نبتدي مع بعض نشوف أول نشاط عندنا في كتابنا المدرسي في الصفحة رقم 118 أول نشاط بيقولي إيه اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب هنقرأ مع بعض الفقرة بتركيز عشان عليها بعد كده أسئلة أول حاجة بتقولي الفقرة إيه تمتاز الكائنات الحية ببعض الصفات التي تعينها على العيش والتأقلم مع البيئة من حولها ومن أهم هذه الصفات العيش في مجموعات حتى يكون لها بنية مجتمعية قوية تحميها من الحيوانات المفترسة ولكل مجموعة قائد كل مجموعة لها قائد يتبع تعليماته كل أعضاء تلك المجموعة حتى لا يتعرضوا للهجوم من أعدائهم أو الافتراق عنهم لذا يعتبر الابتعاد عن المجموعة من القرارات غير السليمة بعد قرأتنا للفقرة تعالوا بنا مع بعض نشوف النشاط الأول النشاط بيقول إيه؟ بيقول رقم ألف في النشاط تتحدث الفقرة عن يلا تعالى كده نبص مع بعض مين وصل للإجابة؟ الفقرة دي بتتحدث عن إيه؟ أحسنتم هي بتتكلم عن البنية الاجتماعية عند الحيوانات إن هم ما بيعيشوا في مجموعات يبقى تتكلم عن البنية الاجتماعية عند الحيوانات يبقى الفقرة بتتكلم عن البنية الاجتماعية عند الحيوانات يعني الحياة الاجتماعية اللي بيعيشوها في رقم باقي بيقول لي اختر عنوانا مناسبا للفقرة يلا نفكر مع بعض كده أحسنتم جميعا ممكن يكون العنوان المناسب عندنا الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية صفة الكائنات الحية يمكن نقول الاجتماعية صفة الكائنات الحية نشوف مع بعض رقم جين بيطلب مني في رقم جين بيقول لي اكتب اسم كائن حي يعيش في مجموعات اكتب اسم كائن حي يعيش في مجموعات أو يعيش في مجموعات نفكر كده مع بعض خدنا في درس سابق أحسنتم طائر النورس بيعيش في مجموعات كمان الأسد الأسود دايما بتعيش في مجموعات القرد الحيتان إذا ممكن نكتب النورس الأسد القرد أو الحيتان كل دي طيور أو حيوانات وكائنات حيية بتعيش في مجموعات فرقم دل بيقول لي من وجهة نظرك ما مميزات العيش مع أسرتك من خلال الفقرة اللي احنا قرأناها عايز يعرف ايه مميزات العيش مع أسرتك أسرتي بتوفر لي ايه عشان كده أنا عايش معها أحسنتم الأسرة بتوفر لي الحماية والأمان والرعاية إذن توفير هنقول كده من وجهة نظرنا ميزة العيش مع الأسرة هي توفير الحماية والأمان والرعاية الأب والأم بيرعوا أبنائهم علشان كده احنا عايشين في أسرة الأكبر بيراعي وبيحمي وبيؤمن الأصغر في الرقم هاء في نفس النشاط بيقول لاستخرج من الفقرة السابقة ما يليه عايزين من خلال الفقرة بعض الأشياء هنستخرجها مع بعض أول حاجة عايز مراضف تساعدها كلمة عرفنا معناها قبل كده في السياقات مختلفة لكن محتاجين النهاردة نستخرج معناها هيكون موجود في الفقرة طب نفكر كده مع بعض تساعدها معناها أحسنتم هندور في الفقرة كده هنلاقي في السطر الأول كلمة تعينها إذن تساعده معناها تعينها نيجي الرقم اتنين عايز من الفقرة برضو مضاد الموت أنا ممكن أقولي الحياة صح لكن في الإجابة هنا خطأ إنه عايز من الفقرة فارجع للفقرة كده في السطر الأول هلاقي عندي كلمة العيش ما هي بمعنى الحياة إذن مضاد الموت العيش في رقم ثلاثة في نفس النشاط مفرد المجموعات مجموعات أعيز مفردها أحسنتم جميعا مفرد المجموعات وموجودة عندي في الفقرة المجموعة ننتقل بعد ذلك للنشاط رقم اتنين النشاط بيقولي إيه؟ أكمل العبارات الآتية بكلمة مناسبة مما يلي هنكمل بكلمة من الكلمات الأربعة دولت اللي هما إيه؟ تعاود وتنم ويهطل وبنية يلا بينا نبتدي نبدأ مع بعض أول جملة بتقولي تتعلم أختي الصغيرة الماشي وفي كل مرة تسقط ثم نقط النهوض ثم أحسنتم هنختار كلمة تعاود فتبقى الجملة تسقط ثم تعاود النهوض يعني تعاود الوقوف مرة أخرى طيب نشوف الجملة رقم باء بيقولي إيه؟ تعيشوا الأفيال في مجموعات كبيرة ولديها نقط مجتمعية يا ترى ممكن إيه الكلمة اللي درسناها تكمل المعنى هنا أحسنتم لديها بنية يبقى ناخد كلمة بنية وخدنا قبل كده تعاود هنكتب كلمة بنية مجتمعية يعني بناء مجتمعي تحميها من الحيوانات المفترسة في رقم جيم بيقولي إيه؟ في رقم جيم بيقولي نقط بعض تصرفات الحيوانات عن زكائها يعني إيه؟ إيه ممكن نكمل به هنا الجملة دي؟ ويكون مناسب أحسنتم هنقول تنم تنم بعض تصرفات الحيوانات عن زكائها الشديد وشفنا ذلك مع طائر النورس كيف يضرب الأرض بقدميه حتى تظن الديدان أنه المطر يهطل فتخرج فيتغذى عليها ويأكلها نشوف رقم دال عندما استيقظ أحمد سمع المطر وهو نقط بغزارة يطرى ممكن نكمل بإيه؟ أحسنتم المطر وهو يهطل يهطل يعني ينزل بس بغزارة يعني بكسرة يبقى هنكتب بغزارة هنكتب قبلها يهطل ننتقل للنشاط رقم ثلاثة في النشاط رقم ثلاثة بيطلب مني إيه؟ بيقولي أكمل الجملة الآتية حسب المطلوب مما بين القوسين جايب لي قدام كل جملة كلمة أو جملة بين قوسين كده بيقولي أنا عايزك تستخدم دي في الإجابة طب تعالى نشوف نعمل إيه؟ بيقولي في رقم ألف رسمت رسمت اليوم شجرة ويجايب لي نقط وبيقولي عايز مفرد العائلات في المكان ده رسمت اليوم شجرة كما طلب مننا المعلم يطرى شجرة إيه؟ مفرد العائلات العائلة إذن رسمت شجرة أحسنتم العائلة في رقم بيه؟ يقولي إيه؟ توقفنا عن اللعب عن اللعب حين نقط قطة الملعب طب أكمل مكان نقط بإيه؟ اللي عايز مضاد خرجت طب مضاد خرجت أحسنتم دخلت فهقول توقفنا عن اللعب حين دخلت هرة أو قطة الملعب في رقم جيم بيقولي تعيش نقط البطاريق في مجموعات كبيرة وبيقولي كمل بجمع طائر هو جمع طائر إيه؟ أحسنتم جمع طائر طيور فأقول تعيش طيور البطاريق في مجموعات كبيرة في رقم ده بيقولي في الرحلة كان الجميع نقط المعلم في صف واحد وعايزين مراضف يتتبع يا طار إيه مراضف يتتبع؟ خدناها قبل كده في بداية الدرس بتاعنا أحسنتم يسير على أثر إذن يتتبع معناها يسير على أثر فهنقول في الرحلة كان الجميع يسير على أثر المعلم في صف واحد بكده انتهينا من أنشطة صفحة 118 في كتابنا المدرسي وهننتقل لصفحة رقم 119 في كتابنا المدرسي وأول نشاط عندي في صفحة 119 بيقول اقرأ الفقرة ثم استخرج اقرأ الفقرة ثم استخرج بيقولي إيه؟ دخل المعلم الفصل ثم طلب تلميذه أن يصفوا فصل الشتاء فقالوا الجو بارد والرياح شديدة والسحب كثيفة السماء ملبدة ممطرة تعالوا نشوف مع بعض إيه المطلوب مننا في النشاط ده؟ في رقم ألف عندي طالب مني أن نستخرج من الجملة دي أو من الفقرة دي جملة إسمية اتفقنا أن الجملة الإسمية بتبدأ بإسم وتتكوى من ركنين المبتدأ والقبر طب تعالوا ندور على جملة إسمية أحسنتم هنلاقي عندي الجو بارد فهكتب كده الجملة الإسمية عندي الجو بارد وركنها الركنين بتوع الجملة الإسمية أحسنتم جميعا المبتدأ والخبر طب يا طرق إيه المبتدأ في الجملة هنا؟ أحسنتم المبتدأ عندي كلمة الجو لأنه هو الاسم الذي بدأت به الجملة والخبر أسأل المبتدأ زي ما تعودنا الجو ماله أحسنتم بارد إذا بارد هي الخبر نشوف رقم بق في رقم بق بيقول لي عايزين مبتدأ لكن بشرط المبتدأ ده ماله جمع تكسير يا طرى مين وصل ليه؟ أحسنتم جمع تكسير الأول نفتكر مع بعض كده زي قلم جمعها أقلام ولد أولاد إذن هنلاقي عندنا جملة الرياح شديدة الرياح ده مبتدأ جمع تكسير مفردها ريح طيب يا طرى المبتدأ لما بيكون جمع تكسير بيكون علامة الإعراب بتاعته إيه؟ علامة الرفع إيه؟ احنا متفقين أن المبتدأ دايما مرفوع يا طرى مرفوع هنا بإيه؟ تفقنا لو مفرد أو جمع تكسير بيبقوا لتنين مرفوعين وعلامة الرفع أحسنتم جميعا أضم في رقم جيم عايز مني حرف جر يا طرى حروف الجر خدناها قبل كده من إلى عن على في الباق الكاف اللام من إلى عن على في الباق الكاف اللام وندور كده في الفقرة هنلاقي عندي ثم طلبة من تلاميذيه إذن حرف الجر عندي من بعد كده عايز حرف عطف يا طرى حروف العطف إيه هي؟ الواو والفاء وثم وأو طب تعالوا ندور كده على حرف عطف هنا هنلاقي عندي ثم ثم طلبة إذن اختار حرف العطف ثم هاجي على رقم دال في رقم دال بيقول لي اسما عايزين نستخرج اسم يا طرى مين ممكن يستخرج اسم من الفقرة؟ أحسنتم الاسم عندي كلمة مثلا المعلم أو الفصح طيب يا طرى إيه علامة الاسم في الكلمة هنا؟ أحسنتم علامة الاسم دخول الألف واللام يبقى الألف واللام نشوف مع بعض النشاط التالي وهو النشاط رقم خمسة بيقول لي إيه؟ اجعل الكلمات الآتية خبرا في جملة مفيدة واضبطها الكلمات دي عايزين نخليها خبر في جملة مفيدة يعني إيه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض جايب لي كلمة جميل ومرتفعة وسريعتان وقادة يلا كده نشوف مع بعض نقول إيه؟ أول جملة مثلا ممكن نقول فيها كلمة جميل دي عايزينها تبقى خبر نجيب لها مبتدأ فهقول مثلا الثوب جميل الثوب اللي هو الملابس فهقول مثلا الثوب جميل طيب أنا محتاج قضبطها أنا حتى نطقطها من غير مقول في نهاية كل كلمة منهم إيه؟ يا طرى ممكن أحط ضبط عليها إيه؟ مش دي جملة إسمية؟ والجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر دايما لو مفرد زي ما هم قدامنا كده بيبقوا مرفوعان وعلامة الرفع الضمة فهقول الثوب حط ضمة جميل حط ضمة بس هنوينها بالضمة يبقى الثوب جميل نشوف مع بعض رقم بق فرقم بق بيقول لي إيه؟ بيقول لي كلمة مرتفعة يا طرى ممكن أحط هنا إيه؟ مبتدأ ليه عشان تكون جملة إسمية أحسنتم هقول الموجة مرتفعة طيب يا طرى هضبطها إزاي؟ الموجة مفرد ومرتفعة مفرد والمبتدأ والخبر لو جايين مفرد بيكون علامة الرفع بتاعتهم أحسنتم اتضمة فهقول الموجة مرتفعة نشوف رقم جيم عايز الكلمة سريعتين عايزها في جملة إسمية سريعتين أجيب لها مبتدأ أقول إيه؟ أحسنتم هقول السيارتين طب ينفع أقول مثلا السيارتين أحط يقوي نون ألي لا طبعا طب أجيبها مسنة إزاي؟ المسنة لما يكون مبتدأ أو خبر بيبقى مرفوع بالألف أو علامة رفعه الألف هقول السيارتين سريعتين طيب السيارتين سريعتين هل هنا حط عليها ضمة زي ما عملت في المسار رقم ألف والمسار رقم بقى؟ لا لأنها جت لي مسنة وأدام مسنة هقول دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف والخبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنة نشوف الجملة رقم دال وآخر جملة في النشاط رقم خمسة عايزين كلمة قادة عايزين نحطها في جملة فهقول إيه؟ أحسنتم هقول الأطفال مالهم قال لقادة المستقبل طيب يا ترى الضبط بتاعي هنا هيكون شكله إيه؟ قال للمستقبل ده المبتدأ فحط عليه ضمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير لأنه جمع تكسير وجمع التكسير زي المفرد بيكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب وقادة أيضا هي جمع تكسير فهحط عليها ضمة لأنها جمع تكسير يبقى الأطفال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقادة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ننتقل بعد ذلك للنشاط رقم ستة في نفس صفحتنا في الكتاب المدرسي صفحة 119 النشاط بيقول إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين وبيقول إيه؟ البناءان اختر أنهي إجابة عشان أتكون جملة اسمية صحيحة تعالوا نبص كده مع بعض مرتفعان ولا مرتفعين ولا مرتفعتان أفكر كده البناءان إيه اللي ممكن يكون مناسب عندي؟ نبص هنلاقي كلمة مرتفعان لأن دي مسنة مذكر فلازم نجيب كلمة مسنة مذكر زيها طب ما هي ممكن مرتفعين مسنة مذكر أقولك هي مسنة مذكر لكنها جاية بالياء والمبتدأ والخبر بيكون لو مسنة مرفوعين بالألف فهقول البناءان مرتفعان طيب في رقم بقى بيقولي القصص وجايب لي ثلاثة اختيارات مسلية ولا مسلية ولا مسلية مرة بالكسر مرة بالفتح مرة بالضم ويقولي اختار هختار أني واحدة فيهم قال لي دي جملة اسمية يعني بتتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع وبيكون علامة رفع الضم فهختار أحسنتم هختار كلمة مسلية طب نيجي الرقم جين بيقولي إيه المتعاونات وجايب لي محبوبات ولا محبوبات ولا محبوبتان وبيقولي اختار هنفكر كده على حسب المبتدأ بتاعي المتعاونات دي جمع مؤنث سالم إذن هختار الخبر بتاعي يكون جمع مؤنث سالم يا طرح هختار إيه أحسنتم هختار كلمة محبوبات اللي هي في النص طب ليه ما اخترتش أول واحدة ما هي جمع مؤنث سالم ليه قال لي يا مستر لإنها كانت جاية تحتيها كسرة يعني إنها مجرورة بالكسرة وده مش تبع المبتدأ والخبر أنا محتاج هنا لكون المبتدأ مرفوع فقلت المتعاونات ومحبوبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لإن المتفقين إن جمع المؤنث السالم لما بيجي مبتدأ أو خبر بيكون مرفوع وعلامة الرفع تكون الضمة ننتقل للنشاط الأخير في صفحتنا وهو نشاط رقم 7 بقولي ثني ثني يعني إيه ثني دفع الأمر من إن أنت تخلي الجملة دي للمثنة ثني واجمع الجمل الآتية مراعيا علامة الرفع هنثني ونجمع يعني مرة نخليها مسنة ومرة نخليها جمع يلا الزهرة عطرة طيب أخليها مسنة بإننا نضيف لها ألف ونون فآخرها طيب تعال نشوف كده الزهرة هقول الزهرتان عطرة نفس الكلام هكتب عطرة بس التاق المربوطة تتفتح كده تتحول لتاق مفتوحة علشان يتصل بيها الألف ونون تبقى الزهرتان عطرتان طيب تعال نشوف الجمع لما اجمعها جمع الزهرة أحسنتم هقول مثلا الأزهار ده جمع تكسير هكتبها بالشكل ده حط عليها ضمة الأزهار وعطرة تنزل زي ما هي طب في رقم بقى الطفل سعيد وعايزة خليها مثنى فهقول أحسنتم هضيف لها الألف ونون فهتبقى الطفلين والخبر بتاعي سعيد هتبقى سعيد زي ما هي ونحط الألف ونون تبقى سعيدين مبتدأ مرفوع على ما ترفعوا الألف وخبر مرفوع وعلى ما ترفعه الألف طب نخليها جمع هنقول إيه ترى هنقول الأطفال الأطفال سعداء لأنها جمع تكسير الأطفال سعداء آخر مثال عندي رقم جيم بيقول لي الفتاة متعاونة مين هيحولها معايا للمسنى يلا نبدأ هنحط الألف ونون فهتبقى الفتاة هتفتح التاة المربوط هتخليها تاة مفتوحة يبقى الفتاة تان ها ومتعاونة نفس الفكرة متعاونة تان طيب أنا عايز أحولها الجمع يا طرح هنجمعها إيه الفتاة دي مؤنس لما نجمعها هنجمعها جمع مؤنس مؤنس إيه سالم إذن هنقول هنحط ألف وتاة فتبقى الفتيات متعاونات وهيبقى برضوك مرفوع بالضمة المبتدأ والخبر مرفوع علامة رفع الضمة تبقى الفتيات متعاونات كده خلصنا النشاط بتاعنا في صفحة 119 وننتقل للصفحة التالية في كتابنا المدرسي وهي صفحة 120 في النشاط رقم 8 في صفحة 120 بيقول لي إيه؟ بيقول لي تخيل أنك تعيش في جزيرة بمفردك صف شكل الحياة بها وكم من الوقت تستطيع العيشة وحدك وكم من الأشياء التي ستفتقدها أو ستفقدها من خلال موضوعنا وهو أحسنتم أنا لست وحدي تعلمنا أن كل الكائنات الحية بطبيعها بتسعى إلى العيش في مجموعات ولها بنيات اجتماعية كذلك الإنسان هو كائن اجتماعي إحنا كمان كائن اجتماعي بطبعه كل واحد مننا يتخيل أنه في هذه الجزيرة ويكتب فقرة من خلال إجابته على أسئلة رأس النشاط اللي هي أنت لو لوحدك في المكان ده إيه الأشياء اللي هتفتقدها هتقدر تعيش قد إيه؟ فاقول لي اوصف شكل الحياة في الجزيرة دي كم من الوقت تستطيع أن تعيش وحدك في هذه الجزيرة؟ إيه الأشياء اللي هتفتقدها في داخل هذه الجزيرة؟ حاول ودرب نفسك على الكتابة ودلوقتي معدنا مع النشاط رقم تسعة بيقول لنا إيه النشاط رقم تسعة؟ فكر في الأسباب التي تجعل الحيوانات تعيش في مجموعات من خلال النشاط السابق اللي هو التمانية والنشاط اللي كان في البداية خالص نشاط رقم واحد هتعرف أنك أنت لست وحدك ويجب أن تفكر وتدرب نفسك على أن تستطيع أن تستخلص الأسباب اللي بتجعل بعض الكائنات ما تقدرش تعيش وحدها وتعيش في بنية مجتمعية قوية طيب بكده نقدر نعبر طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع لابدائي عما نريد الحديث عنه ونكتب في أي موضوع أبنائي طلاب الصف الرابع لابدائي مر الوقت معكم كالمعتاد سريعاً سعدت جداً بلقائكم وسوف أكون في انتظاركم في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته